بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ بالحديث عن التزامات التاجر ماذا لو طوافر للشخص شروط اكتساب صفة التاجر وهي الاحتراف في القيام بالعمليات التجارية والاستقلالية في ممارسة العمل التجاري وطوافرت لديه أهلية ممارسة العمل التجاري يكتسب الشخص صفة التاجر فما الذي يترتب على اكتساب الشخص صفة التاجر يترتب على اكتساب الشخص صفة التاجر أن يلتزم بالتزامات التجار نبدأ بالالتزام الأول من التزامات التاجر وهو الالتزام بمراعاة الدين وآداب المهنة فيجب على التاجر المسلم أن يراعي ما أمرت به الشريعة الإسلامية وأن ينتهي عن ما نهت عنه الشريعة الإسلامية في ممارسة تجارته فما هي الأوامر التي أمرت بها الشريعة الإسلامية للشخص الذي يريد أن يمارس التجارة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود فيجب على التاجر إذا عقد عقدا سواء كان هذا العقد مكتوبا أو عقدا شفاهيا أن يلتزم بالوفاء بهذا العقد كذلك أمرت الشريعة الإسلامية بحسن المعاملة فقالت رحم الله شخصا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترع فيجب أن يكون هناك سماحة في البيع والشراء كذلك نهت الشريعة الإسلامية عن الغش فقال صلى الله عليه وسلم من غشناه فليس منا كذلك نهت الشريعة الإسلامية عن المنافسة غير المشروعة فلا يجوز للتاجر أثناء ممارسة تجارته أن يشهر بغيره من التجار بأن يقول بأن سلعة هذا الشخص فاسدة أو هي من جودة غير عالية أو أن يشهر بسمعته ويقول أنه نصاب أو أنه لا يسدد ما عليه من ديون أو يشهر بسمعته أو أن يتلصص عليه حتى يعلم أسرار خلطته التجارية أو أسرار صناعاته أو من أين يأتي بالبضاعة ومن أين يبيعها وما هو أسمان البضاعة التي يشتري بها وما هي الأسمان التي يبيع بها فكل هذه الأمور منهي عنها كذلك نهت الشريعة الإسلامية عن التفالس فالإفلاس هذا بأن يتعرض التاجر لأزمات مالية وهبوط حاد في أسعار السلع التي اشتراها فيؤدي ذلك إلى أن تغلب التاجر الديون ولا يستطيع أن يوفي بما عليه من ديون أو التزامات وهذا أمر عادي يمكن أن يتعرض له أي شخص في تجارته لكن المنهي عنه هو التفالس أي تعمد الإفلاس سواء كان هذا التفالس تفالس بالتقصير أو تفالس بالتدليس ما معنى تفالس بالتقصير وما معنى تفالس بالتدليس التفالس بالتقصير بأن يربح التاجر في تجارته يوميا ألف ريال ويقوم بإنفاق عشرة آلاف ريال فمثل هذا التاجر الذي يكسب ألف ريال وينفق عشرة آلاف ريال من أين يدفع هذا الفرق إنه يدفع هذا الفرق من أموال الدائنين فهو مفرط أو مقصر في حق دائنين فمثل هذا الشخص لا يراعي الدين وأداب المهنة في ممارساته لتيارته كذلك نهت عن الإفلاس بالتدليس والإفلاس بالتدليس هذا حينما يشعر الشخص بأن مركزه المالي قد اختل وأنه لا محالة سوف يتعرض لشهر إفلاسه وأنه سوف تغل يده عن إدارة أمواله فيحاب أحد الدائنين على بعض فيوفي له دينه قبل غيره أو يحاول أن يهرب أمواله من تحت يد الدائنين فيكتب أمواله بأسماء أقاربه وأسماء زوجته وأسماء أمه أو أبي أو أخيه لكي يهرب هذه الأموال من تحت يد الدائنين لكي لا ينفز عليها ويستوفي منها ديونين فمثل هذا يعتبر مرتكبا لجريمة الإفلاس بالتدليس وهذا أمر مخالف لما أمرت به الشريعة الإسلامية